مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب بنشجعكم على الاتصال بينا بنشجعكم أن أنتوا تتواصلوا معنا من خلال الواتس أب أو النمر اللي موجودة اللي بتظهر على الشاشة لو عندكم أي إضافة أي استفسار يسعدنا دايما مداخلاتكم ووجودكم معنا ما زلنا بنتكلم عن يسوع المسيح وحلقة اليوم هي بعنوان المسيح الممجد لمن تكثو له كل ركبة ولمن أيضا يعترف كل لسان أنه رب ده سؤال مهم جدا لأنه جثو كل ركبة وركوع كل ركبة واعتراف كل لسان هذه الأفعال لا يمكن أبدا أن تكون لشخص عادي هذه الأفعال هي أفعال يصنعها أو يقوم بها الإنسان تجاه الله وحده وهذا ما نتعلم من كلمة الله في الكتار المؤدس وهذا أيضا ما يعلم هنا العهد القديم والعهد الجديد فلمن تكثو له كل ركبة ولمن يعترف كل لسان أنه هو رب وكلمة رب ليست معناها سيد هي لها هذا البعد لكن كلمة رب في المفهوم اليهودي واللي اتاخذ فيه العهد الجديد كلمة كوريوس وهي الترجمة ليهوى ترجمة كلمة يهوى في العهد القديم هي كلمة السيد أو كوريوس الرب فلمن تكثو كل ركبة ولمن يعترف كل لسان المسيح الممجد كلمنا عنه في محاولات كثيرة لنفي لهوت المسيح وأيضا للتعن في عقيدة التجسد التي تختلف عن عقيدة الميلاد العذراوي فالإخوة المسلمين يؤمنون بأن المسيح ولد من عذراء لكنهم لا يقبلون التجسد الإلهي لا يقبلون حقيقة الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا لا يقبلون هذا ويقولون أن يسوع المسيح هو مجرد إنسان ولد آه بطريقة معجزية لكن هذا لا يجعل منه إلها ونحن لا نتحدث عن يسوع الذي صار إلها لكننا نتحدث عن الله الذي الكلمة الأزلي الذي اتخذ جسدا وجاء إلينا عشان كده النص المهم اللي نتكلم عنه بأنه أسبوعين من نتكلم عنه هو فيليب بي اتنين ومع إنه هذا النص واضح جدا وضوح الشمس أنه يتحدث عن التجسد الإلهي ويتحدث عن طبيعة المسيح قبل التجسد ويتحدث عن كيف وضع يسوع المسيح نفسه وقطع حتى الموت موت الصليب لكنه أيضا يتحدث عن المجد يسوع الممجد فقصة المسيح لا تنتهي بالصلب ولا تنتهي بالحجر الذي وضع على القبر وانتهى الأمر لكنها في الأنجيل تنتهي بالقيامة من بين الأموات وبتأكيد حقيقة قيامة المسيح أنه حي وبالصعود إلى السماء وبتأكيد المجيء الثاني لكي ما يدين الأحياء والأموات فالنص هنا شمل هذا الجزء النص في فيليب بي اتنين الذي إسكان في سورة الله وشفنا أن سورة الله لا تعني المظهر الخارجي لا تعني أن اليسوع مخلوق زي آدم كما خلق آدم على سورة الله وشبهه لكنها تعني الجوهر تعني الإنر بين تعني الطبيعة الداخلية بتاعته الذي إسكان في سورة الله وهو الكلمة الأزلي المساوي للآب في الجوهر من نفس طبيعة الله لكن هذا ما كان قبل التجسد بكلمني هنا الذي إسكان في سورة الله هو كان في سورة الله وبالتجسد حصل شيء لم يتخلى عن كونه سورة الله لم يتخلى عن كونه أنه هو الله المتجسد لم يتخلى عن كونه أنه هو الطبيعة بطبيعة إلهية وبالصفات الإلهية لكنه أخفى هذا لم يزهره ولم يستخدمه لكنه أتى إلينا في سورة إنسان الذي إسكان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلاً لله لم يمنعه كونه أنه سورة الله من أن يتنازل ويأتي إلينا لم يمنعه الارتفاع الذي كان فيه أن يأتي إلينا لكيما يخلصنا وده ما تؤكد المسيحية إلى أي مدى الله أحب الإنسان إلى أي مدى إلى أي مدى الله بيحب الإنسان وإلى أي مدى تنازل لكيما يخلص الإنسان لم يمنعه كونه معادلاً لله من أن يتنازل أن يخلي نفسه أن يخلي نفسه لا يخلي لهوته لكنه يترك مجده فلهوت المسيح ظهر في حياته مرات عديدة وفي مواقف مختلفة فهو هو لكنه أضيف إليه الطبيعة الإنسانية بمحدودية أخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاعه حتى الموت موت الصليب سبعين اللي فاتوا وأريدكم بعض الفيديوهات وأيضاً سواء بالصوت والصورة أو مجرد صوت أنه محاولة محاولة مستميتة من أحد الدعاء في أنه يقول لنا أنه صورة الله لا تعني الجوهر ولا تعني الطبيعة الإلهية كويس وقعد بقى يجيب اليوناني ويجيب العبري ويجيب اللي مش عارف إيه وكله في النهاية ونقشنا هذا الموضوع باستفادة لكنه لم يذكر ولم يقف حتى لمدة دقيقة وحدة مع حقيقة أنه وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لأنه لا يجرؤ أن يتحدث عن الصليب ولا يجرؤ أن يقول أن بوريس الرسول بيقدم هنا حقيقة تاريخية وعلى فكرة هذه بتسمى ترنيمة ترنيمة للمسيح وغالبية العلماء وداريس العهد الجديد يعرفون جيدا أن الفكرة اللي موجودة عند غالبية العلماء أنه بوريس الرسول هنا بيردد ترنيمة بترددها الكنيسة وكانت تترنم بيها الكنيسة ترنيمة تعلن عن إيمان الكنيسة بالمسيح يسوع يعني الترنيمة دي موجودة قبل بوليس يعني لهوت المسيح وحقيقة صلب المسيح وكل الأمور دي موجودة قبل بوليس وبوليس بيؤكد هذه الحقائق لم يخترعها بوليس لم يخترع أن المسيح سورة الله من نفس جوهر الله لم يخترع أنه معادل لله لم يخترع التجسد الإلهي أخلى نفسه لم يخترع أن المسيح عاش على الأرض لم يخترع أن المسيح وضع نفسه وأطاعه حتى الموت موت الصليب لكن الجزء الآخر في الترنيمة هو مرتبط بتمجيد المسيح يقول لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكثب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب زي ما قلت أنه دي ترنيمة باللاتيني وهي موجودة والرسول بوليس اقتباسها وضعها في رسالته للمؤمنين في فليبي وهي بتتكلم عن نقطتين بتتكلم عن اتضاع المسيح كرايست هم يوميليشنز وبتكلم أيضا عن كرايست اجزالتيشن أو تمجيد المسيح المسيح الممجد التركيز في الآيات الأولى لم يقول الذي إسكان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادن لله لكنه أخلى نفسه أخذن سورة عبد صائر في شبه الناس وإذن وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وقطاه حتى الموت موت الصليب التركيز هنا في الآيات دي من ستة إلى تمانية هو على عمل المسيح على طبيعته أب طبيعته كجوهر الله كسورة الله معادن لله لكنه أيضا على عمله وتنازله وتجسده وموته على عود الصليب لكن الآيات من تسعة إلى حداشر لذلك رفعه الله هو التركيز فيها على الآب وعمله من أجل الإبن الذي اتضع حتى الموت موت الصليب عش كده بتعتبر الآيات من تسعة إلى حداشر تعتبر عبارة واحدة هي آية واحدة من تسعة إلى حداشر الفاعل فيها هو الآب والأفعال الأساسية رفعه وأعطاه طيب نسمع الفيديو الأولاني وهو فعلا يعني فيديو في محاولة من الهروب هو زي ما قلت الداعية عمل إيه خد ساعة وربع يمكن في سورة الله مورفي فيو ومعادل لله ويحاول الشمال ويمين إنه ينفي لهوت المسيح علشان ينفي التجسد وبعدين جيه عند الجزء دوا وعمل إيه ما خدش منه ثواني بالزبط يمكن دقيقة لأنه ما يقدرش يواجهه ما يقدرش يتكلم عن لذلك رفعه الله وعطاه اسم من فوقه كل اسم فكل اللي عمله إنه كرويته كرويته علشان يهرب منه يهرب من الحقيقة دي لأنه ما يقدرش يقدم لنا فيه تفسير وما يقدرش يجيب الأصل بتاعه وما يقدرش يجيب المفسرين المسيحيين قالوا إيه وما يقدرش لأنه دوا بيأكد على أن المسيح رب تقدم له العبادة والسجود فنشوف الفيديو الأولاني في كروته للجزء الخاص بالمسيح الممجد لذلك رفعه الله أيضا وعطاه اسم من فوق كل اسم لكي تجسو باسم يسوع خلي بالك لكي تجسو باسم يسوع أيوة أيوة خلي بالك ها هيشوف قولها لنا أي دي مش معناها إن احنا هنجسو ليسوع أو مش معناها إن العبادة دي ليسوع لكن معناها إن العمل اللي عملوا المسيح ده خلانا أحنا نقدر نوصل مرة تانية لله وإن كل ده لمجد الله الآن شفتوا فصارها إزاي أنه ده مش معناها العبادة ليسوع ده معناها العمل الذي عمله يسوع طب إيه هو العمل اللي عمله يسوع ما تكلمنا عنه ما تكلمنا عن الموت ليه بوليس الرسول تكلم عن موت المسيح الذي وضع نفسه وقطع حتى الموت موت الصليب يعني أنت بتؤمن بصليب المسيح بتؤمن بموت المسيح لأنه ده جوهر الرسالة جوهر الترنيمة أن يسوع وضع نفسه وقطع حتى الموت موت الصليب إيه هو العمل اللي أنت بتكلم عنه اللي عمله يسوع المسيح للدرجة إنه كل الناس ها هتؤمن وتخضع وتخضع أو ترجع لله إنما هو ده اللي أقدمه ده بحسب تفكيره هو التفسير ده تفسير الهارب تفسير الهارب الفيديو التاني ونكمل الفيديو الأولين ده كمل نحن اتصالحنا معاه وقدرنا نبقى برين مرة تانية نبقى فيه حياة روحية مرة تانية وحياة أبدية فاحنا بنجسوه باسم يسوع يعني في إيماننا في المسيح اه يعني احنا مرة تانية بقنا برين مرة تانية بقنا متصالحين مع الله انت بتؤمن ازاي ان انت بقيت بار وبقيت متصالح مع الله لو انت بترفض الصليب اللي تكلم عنه بوليس الرسول هنا ولا انت هتيجي تقول لي اه لا لأ اصلا انا بناقش فكر بوليس او انت تناقش اللي انت عايزه وتسيب اللي انت مش عايزه يعني هو هو سويئة داخل ماركت لقيت حاجة تاخدها الحاجة تانية اللي موجودة مش عايزها المسيحية وحدة متكملة مبنية على مين هو يسوع وماذا عمل يسوع ده الامان المسيح مين هو يسوع وماذا عمل فلا يوجد بر ولا يوجد تصالح مع الله اذا رفضت الصليب كجوهر في الامان المسيح ولا يمكن ان نؤمن بالصليب ان لم يكن الذي جاء الينا واخلى نفسه هو الكلمة الازلي الذي اسكان في سورة الله لكنه لم يعتبر معادلة لله غنيمة يتمسك بها ولا يتنازل عنها لكنه تنازل عنها خلع رداء المجد والبهاء واتى الينا واش كده الفاني انه انه بيكمل نشوف الجزء الفيديو التاني اللي بيكمل فيه يعني الجزء الاولاني كان عوالي 30 ثانية واضيف عليهم كمان 30 يعني حوالي دقيقة بس قضاها في النص الكامل ده من 9 الى 11 نسمع الفيديو التاني لكي تجسو باسم يسوع كل ربا ممن في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض خلي بالك حتة ممن في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض يعني كله 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 العمل اللي عملوا المسيح ده ليهم كلهم ممن في السماء ايوا المقصود بيهم الملائكة الزيغين بتوع الشيطان دوله كلام ده مش عارك مين جبتها منين دي جبتها منين جبتها انت مرجعتش لمرجع ومسيح واحد هنا هنا بتبدأ مرحلة الواحد لما يبقى مفلس لما الواحد يبقى مفلس يبدأ يفتي وما يرجعش لأي مرجع مسيح جبتها منين دي مين قالك انه من من في السماء اشارة الى الملائكة الساقطة جبتها منين جبتها منين طيب نكمل اضحفنا بقى بالباقي الارواح الشريرة وكام ده ومن على الارض الناس العديم ومن تحت الارض اللي هم اللي ماتوا اللي ماتوا في حد يعني الارواح الشريرة اللي فوق وبعدين الناس الوحشين اللي هو احنا يعني وبعدين الناس اللي ماتت ما لهم دول هيعملوا ايه ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب يعني يسوع المسيح سيد يجب ان يطاع وكل ده في الاخر لمين لمجد الله الآب مش للمسيح ان احنا نعبده ولا ان احنا نعظمه ولا اي حاجة من انت ولا اي حاجة من انت هو ده كل اللي قاله عن النص في فيديو يمكن ساعة ونص بيشرح فيه سورة الله يعني معادلة لله لكن جيه عند النص ده العدد تسعة وعشرة وحداشر وهرب وهرب كويس ولم يرجع لمرجع واحد مسيحي ولم يرجع للنص اليوناني زي ما عمل في مورفية الله سورة الله ليه لانه هو خايف يقترب اليه النص ده فعلا يخوف النص ده مش ممكن يتخذ بهذه السزاجة وبهذه البساطة النص ده يوقف الانسان قدام نفسه ويوقف الانسان قدام سؤال مين ده مين ده اللي له يعترف كل لسان والذي تكسو له كل رجبة بهو مين ده أليست العبادة والسجود والاعتراف هما لله وحده وده اللي بيعلمه ايضا الكتاب المؤدس في عادي القديم والجديد مين ده هو لا يجرؤ ان يقف امام هذه النصوص ويقدم الشرح المسيحي اللي موجود في مئات الكتب حواليه لانه يعلم جيدا انه هياقف قدام مشكلة كبيرة طيب نيجي الى لذلك نص بيبدأ لذلك for this reason لأجل هذا السبب رفعه الله زي ما قلت انه لم يكن موت المسيح على الصليب هو نهاية ونشكر رب لأجل قيامة يسوع المسيح من بين الاموات لانها الرجاء لكل مؤمن ولانها ايضا اكدت حقيقة مهمة جدا عن شخص يسوع المسيح انه هو وحده الذي انتصر على الموت اسقام زافرا منتصرا على الموت فاين شوكتك يا موت واين غلبتك يا هوية لم يكن موت المسيح على الصليب هو نهاية الرواية وإلا كانت تبقى رواية مأساوية وما الايه؟ لذلك على قد ما المسيح وضع نفسه على قد ما يرجع الى مجدو الذي تركه في سماوه لذلك رفعه الله خلوا بالكم انه دايما في الاعمال العظيمة بنجد الثلوس موجود في الخلق نجد الله الاب الله الموجود بذاته نجد الكلمة نجد الروح الكدس في البدء خلق الله وقال الله وكان روح الله يرفع على وجه المياه في الخلاص نجد ايضا الاب والاب والروح الكدس الله الجامع لذلك رفعه الله ماذا تعني هذه العبارة؟ ممكن اي حد قاري ببساطة لهذه العبارة يعتقد ان المسيح كان يعني رفعه الى مكانة لم يكن فيها من قبل ان المسيح رفعه الى مكانة لم يكن فيها هل تعني ان المسيح رفعه الى مكانة لم يكن فيها من قبل يعني انا جي واحد كده ورفعك الى مكانة رأك الى مكانة جديدة هل هذا هو المعنى أم تعني أن المسيح عاد لحالة المجد التي تركها باتضاعه المسيح عاد لحالة المجد التي تركها باتضاعه وهذا هو الفهم الصحيح لهذه العبارة لذلك رفعه الله أنه عاد إلى المجد الذي تركه عندما نزل إلينا وأخلى نفسه وده اللي قاله المسيح بالمجد الذي ليه عندك قبل كون العالم بالمجد الذي ليه قبلك قبل كون العالم وده اللي خلينا أيضا نفهم نفهم العبارة اللي قالها الرب يسوع له كل المجد عندما قالوني أطلع لكم بعض العبارة مهمة جدا قالها الرب يسوع والإخوة المسلمين دايما بيترحلنا فيها أسئلة لما المسيح قال أبي أعظم مني مسيح لما أعلن وقال لأن أبي أعظم مني فبكده الإدعاء أنه المسيح آه شايفين هذه المسيح الذي تقولون أنه مساوي للآب المسيح لم يقل أنه مساوي للآب لكنه قال أن أبي أعظم مني والآية دي موجودة في يحنى 14 وفي عدد 27 إلى 28 لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب ثم آتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني مش ممكن هذه العبارة تأخذ بدون السياق بتاعها المسيح كان يتحدث مع تلميزه عن ذهابي للسماء أنه سيترك تلميزه ويذهب إلى السماء من حيث أتى فالتلميز حزنه يقول الكتاب هنا أنهم حزنوا فالرب يسوع رأى حزنهم وقال لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون إزاي نفرح ده أنت ماشي ده أنت تتركنا ده أنت بتتكلم أني أنت تتركنا فكيف نفرح عندما تتركنا المسيح قال لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون ليه لأني قلت أمضي إلى الأب لو كنتم تحبونني كنت تحب الخير ليه لو كنتم تحبونني كنت تفرحوا معايا ليه لأني راجع إلى أبي الذي هو الآن في حالة أعظم مني لأني أنا في حالة الاتضاع لكن عندما أعود إلى أبي هكون في حالة المجد بالمجد الذي كان ليه عنده قبل كون العالم ده اللي نفهمه من الآية فالمسيح لا ينفي مساواته للآب لكنه يتحدث أنه عائد إلى المجد الذي له عند الآب قبل التجسد معادلاً لله لكنه ترك مجده وبهاء سيرجع لكي ما يرتدي ثوب المجد والبهاء من جديد لأنه أتى إلى عالمنا ورفضوا العالم وأهين وصلب لكنه سيعود إلى الآب لكي ما يكون في حالة المجد الذي أيضاً فيها الآب عش كده الآية دي مهمة جداً لذلك رفعه الله طيب لما نيجي إلى سؤال آخر الكتاب مؤدس بيعلمنا أن الوحيد المرتفع والعالي والمتسامي فوق الكل هو الله فكيف نفهم لذلك رفعه الله إذا كان المسيح هو إنسان فهل الله هيرفع إنسان لكي ما يجعله مساوياً له عالياً ومرتفعاً فوق الكل ده يبقى شرك بالله الكتاب يقول لنا أن الرب وحده هو العالي يقول لنا كده لأنك أنت يا رب على كل الأرض علوت جداً على كل الألهة على كل ما اعتقد الإنسان أنه إله هو لا يوجد آلهة بمعنى آلهة آلهة لكن ما جعل الإنسان إله ما نصبه البشر آلهة وعبدوها ونسبوا لها القوة والحكمة والمجد والبهاء أنت يا رب علوت جداً على كل الأرض وعلى كل الألهة فالعلو والسمو والرفعة والمجد هي لله وحده لكن يقول هنا لذلك رفعه الله الرسول بوليس لم يتحدث في النص ده وانا عن الكيفية التي بيها رفع يسوع وتمجد يسوع لكن اجتام قدس لما نقرأ العهد الجديد نعرف أن هناك كانت ستيجيس أو في مراحل زي ما في مراحل للإتضاع في أيضاً مراحل للتمجيد مراحل الإتضاع أنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس وإذا وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وقطع حتى الموت موت الصليب يعني اتضع إلى الدرجة اللي فيها صلب ومات دي مراحل الإتضاع بتبدأ بالتجسد الإلهي بتبدأ بأنه لم يكن له أين يسند رأسه بتبدأ ب كمان بمرحلة عيشته ووجوده في الناصرة أمن الناصرة يخرج شيء صالح حتى في خدمته ورفض الناس وبتنتهي هذه المرحلة الإتضاع بالصلب والموت لكن بعد الصلب والموت بتبدأ مرحلة التمجيد كمان في التمجيد في مراحل في القيامة كأول استيج أول خطوة في التمجيد كانت القيامة من بين الأموات تعينا ابن الله برهنا للعالم على أنه فعلا ابن الله انتصر على الموت غلب الموت مرحلة التانية كانت مرحلة الصعود أن يعود من حيث وقتها مرحلة التالتة ستكون عندما يأتي بمجده مش المسيح الدجال لا 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 كلام فاضي لكن المسيح الممجد المسيح الذي ترتعب أمامه وتكثو أمامه كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض المسيح الذي يأتي لكي ميودين الأحياء والأموات المسيح الذي يأتي لكي يملك على الكل ديم رحلة التمجيد فالمسيح في الجزء ده حي إلى الأبد ويملك أيضا إلى الأبد لملكه لا نهاية عش كده بوترس في وعزته يوم الخمسين قال الحقائق دي عن الرب يسوع الذي أقامه الله طبعا ييجي المسلم وقول لك آه شايف يبقى المسيح لم يقم بذاته المسيح أقام الله على فكرة اتعب شوية وقرأ لأنه القيامة نسبت إلى الثلوس الآب أقام الإبن والإبن أقام نفسه والروح الكدس أقامه بروح القيامة اتعب شوية مش لازم مش لازم كل حاجة نجاوب لكو عليها أو نجاوبك عليه الذي أقامه الله ناقدا أو جعل موت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه لماذا لم يكن ممكنا أن يمسك منه الموت أو الموت يمتلك فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك وإذ ارتفع وإذ ارتفع بيمين الله وهنا يمين لا تعني أنه a place لكنها تعني مكانة it's a position وليست place قاعد لأنه نحن لا نؤمن أن الله له حدود فالله روح فإذا كان لله يمين يبقى له شمال وإذا كان لله ارتفاع معين يبقى له يعني أبعاد معينة لكن هذه تعبيرات كتابية إحنا بنفهمها لما يكون عندي ضيف عزيز كده مثلا أنا موجود في فرح من الأفراح وجالي واحد ضيف من الضيوف الغالين على قلب يقول له تعال عضي جنبي على اليمين يعني يعني عضي على اليمين مكان مكان العظمة ومن يجلس عن يمين الملك يجلس في مكان العظمة الإكرام التمييز وإذا ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح الكدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه لأن داود لم يصعد إلى سماوات وهو نفس يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع عدائك موطئا لقدمي فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل أن الله جعل يسوع هذا أن الله أعلن أن يسوع هذا الذي أنتم صلبتموه ربا ومسيحا ربا ومسيحا انتهت مرحلة الاتضاع وبدأت مرحلة التمجيد طيب لذلك رفعه الله وبعدين وأعطاه اسما فوق كل اسم ما هو الاسم الذي فوق كل اسم الاسم اللي بيكلم عنه هنا هل هو يسوع كما يقول بعض أن الاسم الذي فوق كل اسم هو الاسم يسوع أم أنه هو الرب يهو يتفق يتفق غالبية المفسرين على أن الاسم الذي يتحدث عنه الناس هنا ليس هو يسوع بل الرب وعطاه اسما فوق كل اسم معناها أن يسوع هو رب كوريوس يهوى يهوى وصفاته الاسم في القديم كان يعلن طبيعة الشخص وصفاته كان يعلن جوهره وعش كده في كده مقدس الأسماء مهمة فالاسم يمثل طبيعة الشخص الذي يشير إليه وما هو طبيعة الشخص الذي يشير إليه ما هو الاسم الذي يشير إلى طبيعة المسيح هو الرب هو الرب هذا الاسم هو فوق كل اسم above every name هو أسم هو أعلى هو هو الفوق هو القمة بحسب الخلفية اليهودية للمؤمنين الأوائل ولبوليس الرسول فإن الاسم الذي هو فوق كل اسم هو اسم يهوى المترجم إلى اليونانية في السبعينية بالرب كوريوس يهوى أو كوريوس العبارة التي تؤكد هذا ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب فالاسم هنا الذي وعطاه اسما فوق كل الاسم هنا هو أن يسوع رب كوريوس سيد طيب أخذ مداخلة من أخ سام من الجزائر ألو أيوا سام ألو أهلين أهلين أخ أشرف أهلاً أهلاً وسهلاً بك كيف كنت الحمد الله عندي سؤال أخ أشرف أو مداخلة إذا ممكن شور طبعاً أخ أشرف طبعاً من خلال يعني فهم التالوت يعني أنا شخصياً النقطة التي كانت عاملت لي عاجز في فهم التالوت هو أن الله لا يرى حتى في عالم السماء يعني حتى في الملكوت يعني الله الآب لا نستطيع أن أراه كامل كامل أنا سامعك أوكي يعني نشوف يعني أنه المسيح هو فقط يعني يعني الشيء الظاهر يعني الله يعني تمتي فقط هو صورة الله المنظورة حتى في السماء يعني يعني القصة التي كانت على الأرض يعني هي نفسة على السماء يعني فأنا كنت في الأول مثلاً كنت أظن أننا نستطيع أن نرى الآب ونحن في صورة الأرواح يعني السؤال يعني بد تعلقنا على يعني عدم قدرة يعني حتى الأشخاص في السماء على رؤية الآب أوكي والنقطة التانية شو وضعية الروح القدر لما بنقول الله حي بروحه أيضاً شو معنا دا حاط شكراً طيب أشكرك يا أخو يا سيم أنا على فكرة يا سيم أنا حاولت أبعت لك فعلاً الكتاب اللي قلت لك على الإسبوع اللي فات بس كان في حاجة غلط في الإيميل بتاعك رجع لي تاني فأنا أنا شفت أن أنت بعتلي الإيميل تاني فأنا أنا مش ناسي موضوع الكتاب إن أنا بعته لك أوكي ماشي ربي بركك طبعاً احنا خدنا 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 يعني حلقات كثيرة عن موضوع الثلوس الله لا يره أحد ويعيش يعني إيه كلام ده الله أكبر جداً من أن يدرك بواسطة الإنسان المحدود الله روح والكتاب يقول لنا إنه الله موجود في كل مكان بيس وإنه أيضاً الله موجود في كل زمان فهو كلي الوجود وكلي القدرة وبهذا أيضاً كلي العلم وعلى فكرة لما أقول إن الله موجود في كل مكان ليس معناه إن الله ملء الكون مثلاً لما نقول كده مش معناه إنه في مصر نجد إيديه وفي أمريكا نجد إيديه التانية ده مش معناه كده الله موجود بكماله هناك زي ما موجود بكماله هنا طب تستوعبها إزاي دي أنا استوعبها إزاي أنا اللي عندي الأبعاد ومحدود بزمان ومكان كيف لي أن أدرك هذا الحق صعب جداً إحنا مش بنتكلم على شخص عشان كده شخص له له أبعاد معناه عش كده إحنا ما نقدرش نصل إلى أبعاد الله إحنا احتاجنا إن الله يقول لنا عن نفسه لأنه أنا ما قدرش أجيب وأفهم الله بفكري أنا احتاجت الإعلان الخاص إن الله يجي يقول لي هو مين هو هو والله قال لي هو مين من خلال أكتر من ترية قال لي هو مين من خلال أعماله لأن أعمال الله تظهر طبيعته السماوات تحدث بمجده والفلك يخبر بعمل يديه الله أيضا قال لي هو مين من خلال تدخله في التاريخ من خلال الأعمال التي صنعها في التاريخ عشان كده كتاب المؤدس ليس سجلا لأحداث تاريخية مجردة لكن كتاب المؤدس هو هو الله يكتب التاريخ هو تاريخ تدخل الله في أحداث معينة وفي الآخر الله تكلم إلي أنه في الكلمة والرب يسوع قالها في بوضوح أخي سام في إنجيل يحنى إنجيل يحنى وفي سوري إنجيل متى أنا آسف إنجيل متى أصحاح 11 إنجيل متى أصحاح 11 رب يسوع في عدد الآيات من 25 في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال إحنا نحتاج إلى إعلان الله لابد أن يعلن لنا عن نفسه لكي ما أعرف ولا الحكمة البشرية ولا الفهم البشري ولا الزكاء الخارج يقدر إنه يدرك حاجة عن ربنا كويس بعدين يقول نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المصر أمامك كل شيء قد دفع علي من أبي وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب هنا هنا في معرفة يعني مميزة يقول لا أحد يعرف الإبن إلى الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له في معرفة متساوية كمان إنه الآب يعرف الإبن والإبن يعرف الآب ومش ممكن البشر يعرفه عن الآب إلا إذا أعلن الإبن الكلمة المتجسد أنا ببدأ أعرف عنك أول ما تتكلم لو أنت صامت أنا أعرف عنك حاجة الكلمة معلن معلن لطبيعة الشخص وعش كده يقول لنا إيه تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقليل أحمال وأنا أريحكم احملوا نير عليكم وتعلموا مني هنا بنجد بنجد إنه حقيقة أعلان الله عن نفسه لا يمكن للإنسان أن يدركها إلا من خلال يسوع المسيح ولا يمكن للإنسان أن يدرك طبيعة الله إن لم يعلن الإبن له بالروح الكدس الله بيعلن عن نفسه أنا عارف إنه الوقت مش هسعيف أنا أدخل في تفاصيل كثيرة لكن أوعدك مرات تانية نتكلم عن الثلوس بهذا المنظور اللي أنت سألت به هذا السؤال لكن أشكرك أخي سام من أجل سؤالك ومدخلتك طيب هل يمكن بقى السؤال إذا كان المسيح الإسم الذي أعطي له هو الرب أي يهو الإسم السامي السؤال اللي إحنا بنترحه بقى هل يمكن أن يعطي الرب إسمه يهو لآخر يعني يعني هل الاسم يهو يمكن أن يعطيها الله لآخر لحد من الناس مهما كانوا أو لحتى للملائكة الإجابة هي لا الله لا يعطي اسمه لآخر طيب جبتها منين جبناها من إعلان الله عن نفسه هو قال كده أنا مش جبتها من مخيلتي الرب نفسه قال كده يقول الرب سراحة في إشعياء 42 وعدد 8 أنا الرب أنا يهو هذا هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيح للمنحناء للمنحناء لسراحة للمنحناء للمنحوطات ولا تسبيح للمنحوطات هذا اسمي ومجدي ليمكن أبدا الله يعطي اسمه يهو لآخر لأنه لا يمكن أن يرتفع إنسان مهما كان أو كائن مهما كان لكي ما يكون مع يهو مع الرب أنت اللي أخبطتنا يا سيساش أنا ما لا أخبطتك أنا أقولك الحقيقة لأنك عايزك تفهم أنه النص اللي مقتبس دوا مقتبس في ضوء العهد القديم وبوليس كيهودي معلم كان معلما كان فرسيا تعلم عند رجلي غملائي الأعظم معلمي اليهود في ذلك الوقت بحسب الشريعة والنموس كان بلا لوم غيور من صبت من يمين يعني عارف فمش ممكن يجعل من إنسان إله ولا يعطي لقب الرب لإنسان ولا يعطي لقب يهو لإنسان فكلمة الرب لا تعني لا تعني مجرد سيد هي لها زي ما قلت هذا البعد في علاقة السيد بالعبيد لكن في كل المرات اللي ترجمت فيها في الترجمة السبعينية كلمة يهوى ترجمت بكوريوس الرب ولما تستخدم في العهد الجديد تستخدم بهذا المفهوم طيب الله لا يمكن أن يعطي اسمه لآخر ولا يمكن أن يرفع إنسان ليكون مساوي أو معادل له طيب إذن كيف نفهم هذا في تمجيد المسيح وعطاه اسما فوق كل اسم المسيح لم يأخذ حاجة مش بتاعته ولم يرتفع إلى مكان ما كانش موجود عليها المسيح دي طبيعته إنه رب ده جوهر إلهي رد إلى ما كان عليه قبل التجسد ده بيتكلم عنه كتاب إلى الأمجاد أعلن طبيعته الإلهية وربوبيته سوار ربا ربوبية المسيح مهمة جدا حتى عندما نقبل المسيح لا نقبل نحن فقط مخلص لكن نقبل المسيح المخلص الرب كسيد على حياتنا بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم طيب لأنه رب يقول هنا لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض تكثو تكثو وكلمة تكثو تشير إلى العبادة تشير إلى الخضوع تشير إلى المخافة يقول لنا هنا لكي تكثو باسم يسوع يعني إيه تكثو باسم يسوع ترجمة العربي على فكرة النقطة دي مش وضحة فيها أو تحتاج إلى إعادة سياغة لأنها مش لكي تكثو باسم يسوع لا 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 يعني مش إحنا هنكثو باسم يسوع للآب لا لا العبارة معناها لكي تكثو لإسم للإسم الذي ليسوع أنه رب وده اللي قال هلنا أيضا بيتر بيتر أوبراين لما اتكلم في تفسير ده نيو انترناشنل جريج كومنتري للعهد الجديد لما قال لنا في تفسيره لرسالة فيليبي هذه الكلمات for it is not for it is not the name jesus مش لإسم يسوع أو بإسم يسوع but the name which belongs to jesus ولكن الإسم الذي ليسوع وما هو الإسم الذي ليسوع أنه رب يحوى هذا إسمي وهذا مجدي كويس عاش كده بقول لنا for it is not the name of jesus but the name which belongs to jesus that is meant ده اللي أصد بي بوليس الرسول هنا لكي تكسو بإسم يسوع لكي تكسو بالإسم الذي ليسوع وهو يهوى كل ركبة ممن في سماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض طيب كل ركبة لكي تكسو كل ركبة إشارة لإيه زي ما قال لنا الداعية إشارة للملايكة الأرواح الشريرة في السماء والناس في البشر والأموات في الأرض يعني التفسير بصراحة جديد علي لكن كل ركبة إشارة للكون كله كل خليقة العالم المرئي والعالم الغير مرئي ما يرى وما لا يرى كل خليقة الله التي في السماء من ملائكة والتي على الأرض من بشر والتي تحت وممكن تشار إلى الأرواح الشريرة اللي موجودة في سلاسل وقيود العالم الغير المرئي العالم المرئي كله طب كل ركبة هنا المؤمنين ولا غير المؤمنين هنشوف أن كل ركبة هنا تعني الكل الكل طيب أن تكسو كل ركبة تشير إلى المخافة والخضوع الكامل له كرب عشان كده يقولين ايه زي ما أقول النص ده هو رفليكتنج للعهد الأديم هو هو بفكر العهد الأديم وعلشان نفهمه صح لازم نرجع للعهد الأديم التفتوا إليه واخلصوا يا جميع عقاس الأرض على فكرة دي بتساوي تعالوا إليه يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم لو حطناها هنفهم إنه هنا الرب المتكلم في العهد الأديم وهنا الكلمة الرب المتجسد في العهد الجديد يقول ليه لأني أنا الله وليس آخر بذاتي أقسمت خرج من فم الصدق كلمة لا ترجع أنه لي لمين هنا للرب يبقى تكثو هنا هي موجهة المين للرب لكي تكثو لي كل ربه ويحلف كل لسان يعترف كل لسان يبقى السجود هنا هو لمين للرب وإن لم يكن المسيح الرب وإن لم يكن المسيح الرب يبقى احنا بنشرك بالله يبقى احنا بنعبد إله مع إله وحاشا لنا لأن المسيحية هي إيمانها برب واحد اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك طيب لما نيجي بقى تؤكد كلمة الله أن الخليقة كلها تخضع وتكسل الرب وحده بيس تخضع لك يا رب العظم والجبروت والجلال والبهاء والمجد لأن لك كل ما في السماء والأرض لك يا رب الملك وقد اتفعت رأسا على الجميع والغنى والكرامة من لدنك وأنت تتسلط على الجميع وبيدك القوة والجبروت وبيدك تعظيم وتمجيد وتجديد الجميع طيب يبقى السجود هو للرب ويعترف كل اللسان أنا عندي آيات أخرى ويعترف كل لسان الاعتراف هنا في الكتاب المؤدس مرتبط بإيه مرتبط بالإيمان مرتبط بالاعتراف العلني لأنه يقول لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقام بين الأموات خلصت ويقول أيضا وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بروح القدس ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآمن تكثله كل رجبة ويعترف كل لسان هذا هو يسوع لأنه رب إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم شكرا للمسيح